كي يبدأ الفيلم مع دكتور جامعي الهدف له يختار عشي دولي ينقص من الوزن بالزربة هذا الدكتور اسمه شيرمان وقدم على اختراع كي يطيح الوزن حيث كان الوزن ذي زيد بزاف المهم ادخل شيرمان للمختبر ذي للجامعة وبالغلط بركع بطنه وفتح علاقة على فرن التجارب حيث كانوا اكثر بزاف سرحوا في الجامعة كلها وداروا الفوضة مع الطلبة والأساتيدة ودخلوا حتى المكتب المدير وقربوا الدنيا كلها ونرى في القفص فارس ميتاشيلي كتوزن 900 جرام ودار عليها شيرمان تجربة بهذه الخطيرة ونجح له والفارا طيحت 85 جرام من المرة الأولى مرشوية مدير الجامعة ريشموند قال لشيرمان يأتي عنده المكتب وهو اهضر معه على الكريسة الفيران التي تسبب فيها وقال له بي ندرته هذا الشيء غير لكي تكبر المشكلة وتسد الجامعة في خطرة شيرمان قال له لا هذا الشيء الذي وقعه كان غير بالغلط وكان اعتاده مرة أخرى وهنا طحفار في الكازل قهوة المدير وعاد مازلت تعصب شيرمان من بعد لا تجربة عديله وبدأ يشرح للطلابة معادلة الحمد النووي الذي يصوي بها الخطيرة عديله ولكن محده يكتب وكرشوه يتمسح من المرة حيث كان زائد في الوزن كثيرا رأي الطلابة فلقى كل شيء يضحك عليه وهنا وصل وقت الخروج وقال له من نهر الأربع عندكم ممتيحان ومراها خرجوا قليلت عنده واحد الأستداء أخرى ميتها كارول وهي متخرجة من الجامعة العلوم وهذا تقرر الكيمياء دخلت عنده وقال له بأنه لم يتم كثيرا في الاختراعه وكي يعجبها تبع خدمتهم الذي يدير ومع ذلك لم يمشى شيرمان للدار قلت أن يتعشى مع عائلتهم الذين كانوا كاملين غلطوا زائدهم في الوزن حيث لديهم هذا الشيء راتي شيرمان بدأ يكون غير بشوية حتى يدير الرجيم وبغي يضعاف ولكن ببه قال له كل شيء محطط لماذا تعزلوا بغي الضعاف وما في عائلتهم لديهم غلط شيئا جدا وخاصة الواحد يكون زائد في الوزن لكي يبني لهم جدا شيرمان نظم قلق من الهدرة ببا تماجت عنده أمه وبدأت تواسي فيه وقلت له لا تضع على الهدرة بباك غير صبر معه ودير اللي يريد أن تتسوق الكلام في الأخير أنت تبقى جدا 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 أما المنظر لا يهم كيف كنت وشيرمان أخير من بعض الهدرة بباك ومن بعد ذلك ذكرت كارول لدارها وقلت له عنوان ديالك من الجامعة وعرض عليها يخرجوا في موعد مع بعدياتهم هي وافقات ودروا موعد نجمع مع التمنيا دليل في بلاس سميتا داس كريم فشيرمان للدار كان فرحان مزاف ويشتح ويغني حتى أول مرة يخرج في موعد مع ابنت وقلت فرحان حتى الدهن النعاس وبدأ يحلم بكارول معه في البحر ولكن طاح عليها وغرقها في الرملة فاقم سكين مخلوع من الحلمة وتم القبرنامج في التلفازة يحفظ الناس للرياضة لكي تضعف سمع كلام المدرب وبدأ يتبع قاعدك شيء الليقال ومن ثم بدأ يتريني وخرج الغد الذي يجري ومشاء الله يزل الحديد مراهام شادر طيب الصيني وعمر الحمو باليباري الصينية ولكن هذا الشيء صعيب بثاف ويأخذ لها وقت طويل لكي ينقص المهم جنهار الموعد ومشى مع كارول داس كريم وكانوا مستمتعين بوقتهم جاءت فقرة كوميديا وطلعوا واحد الكوميديا اسميه توريكي وبدأ يقلد في الناس الذين ينتمه وبدأ قلدها وتنمر عليها حيث تشعرها بوكلي وتنمر حتى على واحد الرجل بيض و هنا جاءت النوبة لشيرمان فبدأ يضحك ويتنمر علي وزنه وخلّى الناس كلها تضحك عليه وشيرمان بقى فيه الحال حتى دمعه عينيه وما لم يكملوا الليلة لهم وصل كارول للدار هي قلت له انت إنسان زوين ونقي ولم يخصك أيضا في ما يقع مع هذا المهريج شيرمان شكرها حيث لم يخسرت له خاطره وفش مشال الضار كان مازال له هذا الشيء في باله وقلس كي يقدم التلفازة وحط حدها الحلاوي والشكولات والماكلة و هنا يبقى يأكله يبكي حتى نعس وتماح المبارسة وجدت وسكتا قلبية فش الأطيب يريد أن يقوموا له الإنعاش القلبي يبدأ يكبر حتى يملاقب كثيرا وخرج للشريع يهرس و يخرب في المدينة كلها هو وافق مسكين مخلوع عاود وقرر يقوم بحرسه حتى لا تبع الرياضة والماكلة الصحية لا يضعف في الزربة وصل المختبر وضع الآلات وكل شيء عليه وشرب من الجرعة و هنا بدأت تقلبه يتزاده و تغيبه و طح الأرض و فش كان صخفان الجرعة خدمت فيه و بدأت تضعف فيه يعني أنه تجربته على إنسان حقيقي في النهر الثاني مرمى فاقم الصخفة ووقف قدام المراية و تم تصدام القرص وضعف لدراجة لم يكن يتخيلها قاع فسكين كثيرا و أشعر بأنه رجعت له الحياة مراهام شل محل الحويج بشير حويج صغر يأتي مع جسمه الراشق الذي فرحان به و مخلا ما جرب من تنقذه لعب و در كل شيء الذي لم يكن قدر يديره منه أنه كان أغلط بثاف تقابل مع المراية وبدأ يقول أنا زوين و رقيق و مشاكي لعب الرياضة بسهولة على قبل و يجب كل ما يريد مراهام شل الجميع جاءت عنده كارول و غير رأيته و لم أعرفته هي قلت لي أريد الدكتور شيرمان فقال لها ما كان شدابا كان غير أنا المساعد هو اسميتي بادي و هو كذب عليها حيث لا أعرف كيف يفتحها في الموضوع مراهام طلب منه أن تخرج معه في موعد في نفس هذه البلاسة التي خرجت ليها معه شيرمان و قال لها بالله شيرمان هو الذي طلب منه أن يقولك أن تخرجه معي و هنا هي وافقات و شوية رجعت يده كتنفخه و كترجع لطبيعتها هو اخر رجعت غيئة من المختبر حيث يعود أن يأخذه من الجرعة لقدت ليه رجع الوزن الطبيعي حيث لا يعود أن يأخذه الجرعة فجل الجامعة تلقى بكارول فقلت لي كنت أن تقلب عليك و ألقيت غير المساعد لك بادي و قال لي طلبت منه أن يخرج معي و هذا شيء على ما وافقت و قال لها بالصحة قلتها لي حيث لا يزال جديد هنا و هو سيأخذك الكثير من الحوايج و سأخذها كيف يفجع بادي هي قالت لي زوين حيث راشق و رياضي و هنا شيرمان عرف أنه لك تبغي في الرجال من بعد جاءت لي لليا التي ستلقى فيها كارول و بادي و جاء عندها الدهب تونوبيل سبور وصلوا للمطعم و دخلوا كيف يتعشون و يهضروا تم ماجهة تعود الفقرة للكوميدي ريكي الذي بدأ يتنمر على الناس و لكن لديهم له بادي من يجاوب معه و ضحك فيه الناس حتى هو ريكي لم يرده و قال له ما نأتي للمسرح و نرى ما سيضحك الناس كثيرا بادي وافق و أطلع عنده و كانت المهارة دياله و فايتين الكوميدي و فعلا قدر يضحك الناس كثيرا منه ريكي كان سيضربه و لكن لديه بادي و الزور لم يتوصلوا للكواليس و فرح بزاف حتى يأخذ حقه منه و مشكلة مرتاح و فرحة منه كارول فش كانوا يهضروا بدأ جسمه يتنفخ عاود هو تلف و قال لها عندي حساسية سوف نأخذها من الفرماسيين و نأتي خرجت غياء من المطعم و ركبت في الموبيل في نفس هذا الوقت جاء مساعده الحقيقي في المختبر الذي اسمته جيسون و دخل حتى هو نفس المطعم و بالصدفة ألقى كارت الشيرمان في البارمان و استغرب كيف يفشد دكتور شيرمان هنا فش رجع بادي اخذ كارت الشيرمان تبعوا جيسون حتى لا يعرفوا ما هو و حسابه و صارق كارت من الدكتور تبعوا و ركب معه في الموبيل و قالوا ماذا تفعل كارت الشيرمان لديك هنا بدأ بادي يتنفخ و يتفش حتى تعرفوا جيسون الذي اخذ جرعا الذي اخذ منها و المصيبات زادت بزاف والطنوبيل الذي راكب فيها صغيرة على حجمه و صدق واحد فيها و لم يكن يخرج منها حتى يطلبون بياجة و قسموا الطنوبيل لكي يخرجوه لغدته لي ليسا الدكتور للجامعة و دخل القاعة كي يجريح جمع الطل و لكن القطالة سيخرجوه من الحصة تماما كل مدير كي سينفيه و اجلب له الفكتورة للطنوبيل الذي يرهب اسمية للجامعة و دابا خاص يخلصها و لكن المدير لم يكن معصب منه و قالوا لم تريدك شغير تعودها من راح و سيتغدين عاقبك و قالوا من الأحسن الهدر مع رجل الأعمال لكي يموّل لك المشروع للاختراع لك مراهة فاشخرش شيرمان طلقه بكارول و سوالها كيف كانت خرجها مع بادي و قالت له الصراحة لم أعرف ماذا نقرر و ماذا أنا معجبة به أم لا فالمظهره أعجبني أن يتراشق و لكن التصرفه غريبة قليلا و هنا عرض عليها تمشي التقدم مع عائلته في الدروية قبلات و مشيت معه و تصدمت من الهدرة العائلته و علاقتهم و تصرفاتهم و حتى الطريقة كيف يأكله شيرمان حشم قدامها و فاشخرجه و طلب منها اسمحه على حسب ما نوقع في دارهم و قالت له لها لم يكن حتى مشكل و قالت له لها أنا بمبرسة غير مع بادي حيث من النهار خرجناه لم يبقى عيط ولا خلالي ميصاج هنا شيرمان عرف بكارول لا تريده كيف مما هو و تأكد بأنه رهبه بادي فشعود المختبر و أخذ الجرعة لن يضعف و دخل عليه جيسون و يريد أن يحبسه من هذا الشيء حيث في كل مرة يأخذ الجرعة يظهر لديه نسبة هرمون الدكورة هذا لا يوجد تصرفته و تبدل و يبقى اللباسه و يتصرف في شكل حاول جيسون و يحبسه و يجعله شيء يخرج و لكن دارها به بادي و سد عليه و يخرج من المختبر من بعد لم يتلقى بكارول و لم يتلقى لو طيل كانوا من ضمن مؤتمر صحافي و كان فيه رجل أعمال هالتين المفروض يدير المقابلة مع شيرمان حيث لم يجيش لمدير الجامعة و كارول و طلبه من بادي هو الذي يقدم له المشروع بما أنه المساعد شيرمان حيث أنه فيه تعيه و لم يجيش و فعلا بادي يقدم له المشروع و أخذها نبتا من تماما هي باش شرح له و فأكمل معه جمعه عليه البنات و حيث له هرمونات مخاربقين عنده نسى راسو و نسى كارول الذي مع الصدمة منه أولا حيث ينسب المشروع له فعواد ما يقول رهد شيرمان و ثاني حاجة البنات الذي يدورهم به و نسىها هي حتى تقلقاته و مشات و من بعد المدير قال بادي أريد أن توجد لنا الجرعة التي سنقدمها رسميا في الحفلة التبرع و الذي سيكون غده بادي محتفل معارسه وسط البنات و ناسي الحياة حتى أصبح عليه الصباح في داره الذي كانت كلها مرونة و نوم قربلة والبنات حتى هم مكينين و كانت أعود الوزن و هنا جاءت عنده كارول للدار و غير فتحت الباب و شفت هذا كله و تصدمت و قلت له حتى أنت بحال كبحة بادي و هو حاول أن يشرح ليها و لكن لم يكن تسمع لي و أخذته و مشات و غير فتحت لديه جيسون و قال له خاصة نمشي للجميع و من المشى و هضر معه المدير و قال له شوف رعية تبادي في بلاستك و أنت سنقلك البلاسة أخرى و هنا أعاد حساب الغلط الذي يدار و خسر بلاسته بسبب الوهم و أنه يقلق و يأكل و يتفرج و بالغلط يعمل فيديو و كان يصوره بادي و يهضر معه و يقول له أنت فاشل و حتى حد ما يبغيك و ليس بحالي أنا و جئت و أخذت لك حياتك كلها زائد حتى كارولي أردتني أنا لأنه يزوين و راشق و لكن يستطيع أن يستفز و تتعصب و قرر أن يمشي رمي على هذه الجروعة التي كانت مصوب لأنه يتهنى من هذا بادي في خطرة و فعلاً يشل المختبر و بقى يرمي في الجروعة هو و جيسون و لكن يكمله و أخذ المشروب طاقه يشربه و ظهر هذا المشروب فيه الجرعة لأنه كان محوول بادي يدار الجرعة في القرعة المشروب لأنه يشرب منه شيرمان بلا ما يحس و يرجعه في بلاسته يعني بادي يريد أن يسيطر على جسمه و يأخذ حياته و غير يشرب الجرعة تحول و ليس يحضر الحفلة التبرع للجميع يظهر علمين الصوب و بدأ يشرح لهم الدواء كيف يدار المساعدة جيسون كان مازال في المختبر و شف الجهاز بالله هورمون الدكوري يطلع بثاف عن شيرمان يعني لذا تشرب من الدواء سيتحول و يبقى ديمة بادي فهذا يأتي يعتقى الموقف فهذا اللحظة كان بادي يشرب الجرعة قدم كل شيء يتبتل لهم النجاح ديالها و لكن جيسون في آخر لحظة و أرماله القرعة من يده و هنا بدأت نصيد بادي كالتحول و أرجعت ليد شيرمان و بدأ يده يضربه مع بعضياتهم يعني شخصياته بجوج مضربين في جسد واحد المهم شيرمان قجو بقى شاده حتى يستطيع التحول كله و أرجع لجسم دياله العادي هذا كل شيء يقع قدم الناس و كانوا مع عائلته و كارول و كل شيء يوقفه و يشوفه و يتحوله و مصدومين و لم يكمل التحول و قدر يتحكم السيطرة و تأخذ الجسم و تهنم من بعضي قال لهم هذا بجال وقت لنشرح لكم هذا الشيء قال لهم أنا كنت أريد أن نعاون الناس الذين لديهم الوزن الزايد و نصاوب بشي دول اللي هم الوزن في مدة قصيرة حتى أنا أغليد و حسب المعاناة ديالهم و لكن شخصيات بعضي التي خرجت كانت أنانية و خائبة و علمتني كثير من الحوايج و منهم أن السعادة لا مرتب طلب وزنه و لا بالشكل الخارجي و قال للإنسان قادر يعيش فرحانا و بخير كيف لم يكن الشكل دياله و خاصة الإنسان يرضى براسه و قال لهم أنا دابا راضي على رأسك كما أنا و سوف نبغي رأسك كما كنت و هنا أخذهم و أخرج من الحفلة تبعث كارول و رجعته و قلت لي أريد أن تكتر قص معي و هو فرح مسكين و دخله كيرقس و كانوا فرحانين بثاف و يقاول للكامل ناشطين و في الآخر شيرمان أرتاح حيث كارول قبلاته كما هو أما رجل الأعمال ف ليس عند المدير ديال الجامعة و قال له أنا موافق نعطيكم المنحة ديال البحث حيث شيرمان رجل عظيم و معلم في خدمته و هنا تسال الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا و ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلاو و نتلاقاوه في الفيديو الجاي